موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من حلقات لطائفة قرآنية نتفيأ فيها ضلال كتاب الله سبحانه وتعالى وبالضبط قصة نبي الله سليمان من سورة النمل وقفنا في الحلقة الفائتة عند قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون بينا اللطيفة في تقديم الجن على الإنس لكن ها هنا لطيفة أخرى الجنود كثيرة ولا شك أن أكثر ما يمكن أن يفهم في الجن من الحيوانات هي الخيل وهي غير مذكورة لكن الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الجندي أو بعض الحيوانات الغريبة في الجند ذكر بعض المخلوقات أو الكائنات الجن والإنس ثم ذكر هذا المخلوق الغريب هو الطير وذكر الطير مع الجن والإنس هو اللافت فعلا لأنه يتسور أن هذا الجيش كان فيه مخلوقات عظيمة كان فيه سباع ووحوش وربما خيول وكل ما يمكن أن يستعمل في الجهاز لكن لماذا ذكر الطير؟ ذكر الطير لأن خطره عظيم لأن الخطر إذا جاء من الأعلى لا يمكن دفعه غالبا وذلك صارت المعارك الآن تحسم بالجو المعارك البرية ذهب وقتها وذكره أيضا لأنه له مع أمياء الله سبحانه وتعالى في القرآن شأنا عظيما شأنا لافتا له شأن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل أهلك أبرهة ومن معه في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالطير وأرسل عليهم طيرا أبابيل وبيّن لإبراهيم كيفية إحياء الموتى عن طريق الطير خذ أربعة من الطير فصرهن إليك وبيّن قدرة عيسى عليه السلام بأنه كان يخلق من الطير كهيئة الطير دون أي حيوان آخر وصخر مع داود وهو المذكور في هذه القصة الجبال يسبحنا معه والطير وقال والطير محشورة وأمرها فقال يا جبال أويبي معه والطير ورأى يوسف عليه السلام أو رأى فتى يوسف خبزا تأكل الطير منه أو تأكل الطير من رأسه ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى هنا لغرابته ولقوته ولتعلقه بالأنبياء وربما والله أعلم تمهيدا لما سيحدث من خبره من قصة الهدهد وما فيها من لطائف عجيبة وغريبة ثم قال الله سبحانه وتعالى فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الوزع والدفع والسوق بفعل قوة خارجها دفع وسوق من الخارج وذكرنا هذا في حصة فائتة عند التحدث عن الحشر قلنا هو جمع وضم مع سوق ودفع ويدل هذا على كفرة الجنود كما سبق ويدل أيضا على أمر آخر مهم وهو النظام والدقة أي أن هذا الجيش كان منظما لا يتقدم فيه متقدم ولا يتأخر متأخر لأن حقيقة الوزع الكفه عما لا يراد ويعني أيضا أن جنود سليمان عليه السلام كانوا على غاية ما يكون من النظام والدقة في الحقيقة النظام والدقة مطلوبان في كل مناحي الحياة يجب على الإنسان أن يترك الفوضى وأن يطردها وإنما عليه أن يكون منظما نعم الأمور تسير سماوية الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأشياء لكن ينبغي مع ذلك أن يكون الإنسان منظما ومعناه أنه كانوا يقفون أمامه صفا قائد وهو ينظر إلى هذا الجند المتنوع وإذا كان النظام مطلوبا في كل شؤون الحياة فإنه ولا شك في أمور الجيش وأمور الجندي أشد طالبا وأكثر أهمية أنها هي التي ينبغي أن يكون فيها النظام والدقة والحزم ثم بعد أن بينا الله سبحانه وتعالى ما أطاه لسليمان وما أطاه لداود وكيف أنهما تحدثا بنعم الله عليهما وبيّن أن جيشهما كان قويا جاء قوله تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وهذا النظم بديع تكلم عليه العلماء من ناحية بلاغية كثيرة لكن يهمنا الآن ما يتعلق باللطائف والنكت قوله حتى إذا أتوا كلام محذوف يفهم منه أن هذا الجيش لم يكن جيشا ثابتا لم يكن جيشا باقيا في مكانه حابسا غير متحرك إنما هو جيش مع قائده العظيم النبي الملك سليمان جيش يمشي وينتشر في الأفاق يبلغ دين الله سبحانه وتعالى ويعبد الناس لله عز وجل وهذا هو شأن الأنبياء وهو شأن العظماء وهو شأن حتى بعض الدول اليوم فإن أكثر هذه الدول تحرس على أن يكون لها موطئ قدم في العالم برمته وسيأتي من خلال هذه القصة ما يبين أن الدولة المسلمة عليها أن تجتهد غاية الاجتهاد وتبذل غاية الوسع في تقوية جيشها وتطويره وقال بينا أن قوله تعالى فهم يوزعون دليل على النظام والدقة ثم قوله هنا حتى إذا أتوا على ودنم دليل على الحركة والانتشار فهو جيش قوي كثير العدد دقيق منظم منتشر في بقاع الأرض سيكون له شأن عظيم وفعلا كان له شأن عظيم لأنه عبد أمة ملكة ومملكة ألا وهي مملكة سبأ بفضل القوة التي سنذكر طرفا منها عند الحديث عن سليمان وما وقع له مع ملكة سبأ بالقيس إلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة